رحبت مصر بقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الشعب الفلسطيني في غزة تهدد بقاءهم كليا أو جزئيا وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر رحبت بقرار المحكمة بفرض تدابير لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع كما رحبت مصر في بيان صادر عن الخارجية بتأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة